استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر الإقضيبية سعدت سيد سورين بتسوان الأمين العام السابق لاتحاد دول جنوب شرق أسيا الأسيان المبعوث الخاص لوزير خارجية مملكة تايلند الصديقة وخلال اللقاء أشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالعلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين ومملكة تايلند وحرص حكومتي البلدين على تعزيز تعاونهما في كافة واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية التايلندي أوجه التعاون الثنائي القائم بين مملكة البحرين ومملكة تايلند وما يشهده التنسيق بينهما على الصعيد الأقليمي والدولي ونظر في المستجدات التي تشهدها الساحتان الأقليمية والدولية حيث نوه سموه بمستوى التنسيق القائم بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات والمحافل الدولية وقد أشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى حرص مملكة البحرين المتواصل على بناء نموذج قوي للتعاون البناء والمثمر مع مملكة تايلند الصديقة وذلك من خلال دعم تفعيل الاتفاقيات الثنائية التي تربط البلدين في كافة المجالات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية والثقافية من جانبه أشهد الأمين العام السابق لمجموعة الأسيان المبعوث الخاص لوزير الخارجية التايلندي بالدور المحوري الذي يطلع به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في تطوير العلاقات البحرينية التايلندية وتنميتها على كافة المستويات وبجهود سموه في تقوية علاقات التعاون الأسيوية الخليجية على مختلف الأصعد وأكد المبعوث الخاص لوزير خارجية تايلند حرص بلاده واعتزازها بعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين مملكة البحرين ومملكة تايلند وتطلعها لفتح آفاق جديدة تعزز من التقارب القائم بين الجانبين وتحقق المنافع المشتركة لهما في مختلف الصعود منوها بمبادرات وتوجهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لزيادة أوجه التعاون البحرينية التايلندية ترجمة نانسي قنقر